اتفقت الصين وروسيا على تعمق التعاون الثنائي لتعزيز الجهود المشتركة في التعامل مع القضايا الدولية جاء الاعلان عن هذا الاتفاق في الكريملين بعد ان استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصيني وانجي قال وزير الخارجية الصيني وانجي انه يجب على الصين وروسيا توطيد تعاونهم الاستراتيجي لتعزيز التسوية السلمية للقضايا الدولية والاقليمية اكد بوتين على انه يجب على البلدين تعزيز الاتصالات المتبادلة والتشاور بين الادارات الحكومية كما هنأ الصين على النجاح الذي حققته مؤخرا في استضافة منتدى الحزام والطريق ورحب بزيارة الرئيس الصيني المرتقبة بروسيا ان شراك الاستراتيجية شاملة بين الصيني وروسيا تكتسب زخما نحن ننظر الى زياراتكم ايها الوزير مواقر كخطوة هام لتعاضرات للحدث الرئيسي الا هو زيارة مرتقبة لرئيس جمهورية الصيني الشعبية الاتحاد الروسي